اشتركوا في القناة اهلا وسهلا بكم في اللقاء الثالث من سلسلة اللقاءات فيجان العلمية سعداء جدا بحضوركم معنا اليوم في هذا اللقاء المميز اليوم يشرفنا ان نرحب بضيفنا المميز المهندس عمر سليم الذي يعتبر واحدا من رواد مجال ادارة الاعمال المعلومات لمدجة المباني بيم في العالم العرمي المهندس عمر هو مؤسس مجلة بيم اريبيا وهو اي اول منصة عربية متخصصة في نشر المعرفة حول اليم وهو ايضا محرر النسخة العربية من قاموس اليم احد اهم المراجع في هذا المجال بخبرته التي تمتد لأكثر من 15 عاما في ادارة المشاريع الكبيرة استخدام تقنيات اليم المهندس عمر عمل ايضا كباحة سابق في جامعة قطر حيث ساهم في تطوير العديد من الابحاث والمشاريع المتعلقة بالبناء المستدام واعادة الاعمار موضوع محاضرتنا اليوم هو اعادة الاعمار بناء المستقبل من جديد سنناقش مع المهندس عمر الدور الحيوي لتقنيات البيم في عمليات اعادة الاعمار وكيف يمكن هذه الادوات ان تسهم في تحسين جودة وسرعة تنفيذ المشاريع خصوصا في الاوقات الصعبة بعد الكوارث والازمان اشكركم مرة اخرى على خضوركم ونتطلعوا الى الاستفادة من خبرات المهندس هوار والان دعونا نرحب جميعا بالمهندس هوار سرين جزاكم لكم الخير يا استاذنا الكريم وان شاء الله يعني نجدد ان ايجئ بحس ان احنا الوقت اللي هنعوده ان شاء الله ربنا يجرن عليه بإذن الله وكل واحد فينا يأمل ان احنا نقدر نشارك بأي حاجة ان نخفف فيها الاضرار والمشاكل اللي حصرت طيب قبل ما نبدأ ان شاء الله في شوية ارقام كده مكتوبة على الشاشة خلنا نفكر فيها ويا ريت تكتبولنا او تفتحوا الماء وتقولنا او الرقم معانا تلتمائة وسبعين ايه الرقم دوت ايه الرقم ده ايه علاقته بعدة الاعمار ايه علاقته بغزة ياريت تشاركوا معانا كده تكتبولنا على الشات او تقولوا لنا تلتمائة وسبعين ايه تلتمائة وسبعين دوت نقدرش نعتبرها حرب بالصراحة يعني كلمة حرب دي خضاء لغوي اه هي مسبحة لان حرب دي مفروض طرفين متكافئين جيشين قدام بعض انما اللي بيحصل مدنيين طيب اه اتنين واربعين الف ايه مضبوط مونس امين مونس احمد عدد القتلى تقريبا عدد الشهداء او عدد القتلى وطبعا ده بش رقم ده يعني تخيل ان كل واحد من دول في اسرة كاملة متعلقة بيه عنده احلام عنده زوجة عنده اولاد فالموضوع مش سهل يعني اه زي سبيل التيتانك لما غير ايت راح مركزين على شخص او اتنين وركزوا كاميرا معاهم فنفس الفكرة برضو ما بقاش ارقام دي اشخاص قدعيشة وكانوا اليوم تأثير وكل حاجة طيب اه رقم تسع واربعين مليون رقم تسع واربعين مليون حد عارف الرقم ده مهم جدا جدا في فكرة اعادة الاعمار الرقم تسع واربعين مليون ده عدد الاطنان من الركام اللي محتاجين احنا نتعامل معاه قبل ما نقول بسم الله في عادة الاعمار يعني قبل ما تيجي تبني لازم تتفكر الركام ده هتعمل في ايه يعني الركام ده هتبني ازاي وفيه تدمير تخيل حجم التدمير اللي حصل حاجة محصلتش في الحروب الضخمة العالمية طيب معنا ارقم برضو مهم اللي هو اه حداشر الف ومتين حداشر الف ومتين ده عدد اه الازي هنا اعتقلاتهم الكيان اه في الضفة يعني يعني بش في غزة لا في الضفة هم مش قادرين فراحوا داخلين على الضفة فدي ده ارقام لازم نحنا نخلي بالنا منه طيب وانا ببص كده لقيت الشعار بتاع غزة فلاقيت الشعار دوت ولقيت غزة هاشم فايه الشعار دوت وايه غزة هاشم وايه هميته بالنسبة لنا طيب الشعار ده ده رمز للعنقاء لان غزة من قديم الازل غزة من اقدم المدن في العالم وموجودة في رسائل تل العمرنا موجودة في الرسائل بتاع تحتامس الثالث اه كانت موجودة على الطريق بتاع حورس يعني المنطقة دي كانت مهمة جدا فكان لازم مسيطرة على التجارة بين البحر لابد متوسط وتوصل بين اوروبا وافريقيا واسيا فكان المكان ده بتعمل ميناء وتعمل زي قلعة او مكان محصن فوق تل بحيث ان هم يرقبوا المكان ويحرسوه ومع الوقت اصبح بدأ يتبني بيوت حواليه تخدمه فبدأ تظهر مدينة غزة وتم تدميرها مرات كتير جدا وكل مرة بتطلع تنمو وتبقى احسن من الاول فعشان كده اخدوا رمز العنقاء العنقاء ده طائر استوري مفروض ان هو لما بيموت بيتحرق وبعد كده بيطلع منه طائر العنقاء تاني وغزة هاشم هاشم ده يبقى ابو جد الرسول على السلام جد الرسول على السلام اسمه شايبة او عبد المطالب وهاشم اسمه الحقيقة عمر يعني الرسول على السلام اسمه محمد ابن عبد الله ابن عبد المطالب اللي هو شايبة ابن عمر اللي هو هاشم هاشم كان هو المسؤول عن التجارة بين الصيف وبين في غزة كان بيروح يجيب حاجات من فلسطين وغزة واليمن وتوفي هناك في هاشم فسميت غزة هاشم فغزة زي ما تشايف مرتبطة بالتاريخ العربي والتاريخ التاريخ الاسلامي والتاريخ المصري فلو احنا جينا نبدأ بفعادة العمار نفتكر اشهر قول للمهندس الكبير حسن فتحي كان بيقول هناك 800 مليون نسمة من فقراء العالم الثالث محكوم عليهم بالموت المبكر بسبب سوء السكن هؤلاء هم زبائني هو انا بتكلم على ناس معهمش فلوس ان هما يروح لمهندس متخصص ويقول له ابني لبيت عشان تبع عارف برضو ان 99% من المهندسين بيشتغل عند الناس اللي اغنية احنا لما قامت صورة 25 يناير فوجئنا ان كل الناس اللي احنا بنبني لهم المباني والاسور وبتاعهم هم دول اللي عليهم الكلام وكده فما فيش حد بيعمل بيت لحد ما عنده شلوس يعمل له استشار يعني والناس ما عندهش الامكانية انها توفر جزء من الفلوس اللي هتنبيه عشان تجيب مهندس فكان لها حسن فتح بيقول ان دول الزبائن بتوعي دلوقتي احنا مش بنكلم في ناس فقراء احنا بنكلم على الناس مهاجرين ونازحين يعني دي حاجة لها سبيش الكيس او حالة خاصة عدد السكان العالم من النازحين قصرا دي قديمة عشرين وواحد وشرين يعني قبل الاحداث اللي حصلت في غزة كان تلاتة واربئين وتلاتة من عشرة مليون زادوا لتسعة وتمانيين بوينت سري من الفين وتسعة لالفين واحد وشرين هم دول الزبائن اللي احنا هنصمم لهم سواء موجودين في غزة سواء موجودين في سوريا سواء موجودين في اليمن سواء موجودين في اي دولة في العالم حتى لو في اوروبا ايا كان ديانتهم ايا كان كذا 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 ما عندرش اي مشكلة خلص انت انت في كل كابد راتبتا اجر فانت تاخد اجرك من عند ربنا وبش يسألك ده مسلم ولا شيعي ولا مسيحي ولا ديانتو ايه انت حد عنده ظرف وانت بتحاول قدر الامكان تقلل الضرر اللي عليه على قد ما تطر وتحتسب الاجر عند الله نحتسب الاعداء اللي احنا عادنا عندي عند ربنا فالمواضحة سفتحة بيقول لك برضو كمهندس طالما املكوا الكدرة والوسيلة لراحت الناس فان الله لن يغفر ليه مطلقا ان ارفع حرارة داخل البيت سواء عشر درجة مقوية احنا بش بنتكلم في رفاهية زي مواضحة سفتحة بيتكلم احنا بنتكلم في ظروف قاسية جدا لكن ممكن لو قدرنا نعمل تصميم كويس تصميم صديق للبيئة صديق زي ما نشوف تصميم كتير جدا في بعضهم يعني كنت بقيمهم فكنت بقيم كده من ضمن تقييمات اللي انا اضفتها مكادش موجودة آآ قابل ان انا عيش فيها ولا اه ما دول اخواننا يعني اللي موجودين في في كل المشاكل اللي بتحصل ديت اين كان بلادهم او انتماءاتهم هم اخوان لينا يعني هتقبل تعيش في البيت ده ولا ما ترضاش لو ما ترضاش خلاص ما ما تحطوهش في قلب الحاجات اللي اللي انت ترضى ان حد يسكن فيها فلازم احنا نبدأ نفكر مع بعض ونشوف افضل التصميم اللي الناس تعد فيها طيب اه ايه ايه اعادة الاعمار اعادة الاعمار ان حصل كارسة ايا كان الكارسة دي ممكن تكون كارسة طبيعية او كارسة نتيجة ظروف معينة ممكن يكون اه امبارح اه حصل اه اعاصير والعاصير دي غريبة يعني مفروض ان احنا نعمل فيها محاضرة يعني ثلاثة اعاصير دول خدوا مصار عمرهم ما خدوهم في مدى التاريخ يعني بالشياء دي المصارات اللي اللي متعودين عليها كل سنة وهاجمت اماكن ما كانتش بتروحها قبل كده يعني بدلا ما تتوجه في اتجاه تجهة حاجة ثانية فده معنى كده ان في اه تغير مناخي رهيب بيحصل في الفترة ديت فبعد الازمات والكوارث والحروب بيبقى قعدة اعمار بنشوف ايه اللي تم تدميره وان احنا نبدأ نحن البنية تاني فبقى فيه سياسات وخطط وبرامج ومشاريع وقوانين الموضوع مش سهل يعني لما تيجي تبني مدينة الموضوع مش سهل ان انت تبني مدينة لكن المدينة عبارة عن مثلا ارض فاضية فبتبني انما انت عندك مشاكل كتير جدا من الركام والحاجات دي كلها لازم تحلها قبل ما تبدأ تبني فيها فلازم يكون عندك استراتيجية وتفكير معين وعندك برامج ومشاريع وعندك قوانين معينة لازم ان نحن نبدأ نمش فيها القوانين بتبقى متخصصة للظرف دوت يعني القوانين العادية ممكن ما تكونش مناسبة لنا نضطر ان احنا نعدل عليها عشان تبقى مناسبة زي موضوع السيفتي وموضوع الدرجة السماحية مثلا بماية معينة او بوضاء معينة بيبقى ليها ظروف خاصة فلازم نكون نحنا على دراجة بها ففي نظرات كتيرة طبعا نتطور الموضوع مع الحرب العامية الاولى والتانية وبدأوا يفكروا ازاي نعمل عادة اعمار لكل الاماكن اللي اتدمرت وبدأوا ان هما يبنوها بشكل اخر فلازم نستفيد من التجارب السابقة انا عدت اقرأ طبعا كل التجارب السابقة اللي في الحرب العامية الاولى والتانية ولبنان لبنان دي كانت قصة طولة جدا في وقت ماذا المشاكل اللي كانت موجودة فيها وسبحان الله بتلاقي اجراءات اعادة الاعمار بتنجح في اوروبا لكن تفشل في دول العالم التالت لان هما مش عايزين اكتبهم يعني هما بيحاول يساعدوا بعض في الاوروبا انما مع الدول اللي هي في العالم التالت بيحطوا لك الحاجات اللي هو يضمن ان انت تفضل بتقع وتفضل محتاج ليهم يعني مسلا في سوريا عاملين من اللي هي القيصر فهو بيقول لك قاعد من العادة الاعمار بشكل معين بحيث افضل مسيطر عليك وافضل اخد منك البترول وهكذا وكذلك في العراق وكذلك في كذا دول فلازم احنا يبقى عندنا هيئة تقدر انها تساعد في عادة الاعمار وتبقى درسة اثناء الحروب او اثناء المشاكل بتفكر في السلام واثناء السلام بتفكر لو حصل الكارثة لقدر الله ازاي تصرف فيها فاي دولة في ظروف طبيعية لازم تفكر لو حصل كارثة ازاي بتعامل معها ده بيقلل من المشاكل اللي ممكن انها تحصل دي مسلا دول اوروبا بعد الحرب العالمية التانية لكن هم عملوا خطة معينة اسمها مشروع مرشيل وده شايفين اصره دلوقتي ان انت لما بتروح اي دولة يعني كتا اكتر دولة مثلا اتدمرت المانيا دلوقتي اصبحت ما شاء الله دولة قوية جدا واصبح كل المباني اللي اتدمرت اتبنت وكذلك في اليابان عملوا خطة معينة الامن وان هم يعلموا اليابانيين حرفة معينة وان هم اعتمدوا على التكنولوجيا وكذا لكن مع الدول العربية بيتم اساءة الخطط ديت بطريقة مدروسة بحيس ان انت تفضل اه محتاج لهم طيب اغلب اعادة الاعمار اللي تمت في اوروبا بيحاول ان هو يرجع نفس الحاجة للشكل اللي كان موجود يعني وارسوا مسلا دي اتدمرت تماما اتدمرت بنسبة اربعة وتمانين في المية قاعدوا يعملوا اعادة اعمار فيها واحد واشين سنة طبعا دلوقتي التكنولوجيا الحديثة تقدر توفر الوقت دوت فقعدوا يرجعوا للصور اللي كانت موجودة لحد ما قدروا يبنوا نفس المباني بنفس الشكل كان موجود يعني لو بسطت للصورة اللي ابيض واسود هتلاقي هي هيها اللي موجودة هنا تمام باختلافات بسطة خالص يعني اه هنا هنلاقي فيه اختلاف حصل لان هنا ده في المانيا آآ مدينة اسمها دريسين آآ دي كانت في جلس الشرقي ناحية روسيا فروسيا كان بيحاولوا ان هما يغيروا شوية فقال لك احنا فيه كم مبنى استغلوها ان هو يكون منطقة خضراء او يكون فيها منطقة آآ سيارات فلذلك لو حد بيسأل نرجع المباني زي ما كانت ولا نعمل مباني حديثة لا الافضل انت ترجع المباني زي ما كانت لان ده بي اه بيغيز الشخص اللي هو تسبب في الضمار ثانيا الناس قوار في السن لما بترجع وشوفها المباني رجعت زي ما كانت ده بيعمل لهم احياء نفسي وبيعمل لهم اعادة عمار نفسي يعني اعادة احياء انما لما بيلاقي مباني جديدة بيحس ان هو اضطرد من بلد ورغم ان هو قاعد في نفس البيت لكن هو بيحس ان هو بش هو ده اللي هو متعود عليه فلذلك لازم بيكون عندنا استراتيجية ادارة ازمات ما قبل الكارسة بتجمع البيانات والمعلومات والتوقعات والسنرات لما يحصل الكارسة تبدأ ان انت توصقها يعني حاليا في غزة في ناس بيتوصق يوم بيوم المشاكل اللي بتحصل يوميا بيعمل احصاء لكل حاجة بتحصل تجمع البيانات يعمل تدابير احترازية لازم تبقى فيه تدخل واغاسة وتخفيف ما فيش حاجة اسمها الاحصار اعادة تأهيل واللي انت عاش السريع وبعد كده ندخل في عادة الاعمار انت عندك الداتا كاملة بتبدأ تشغل على اعادة الاعمار يكون عندك طبعا اعادة الاعمار بش معمريا بس اعادة الاعمار كل حاجة فيه تكامل تنموي يكون في استدامة يكون في حلول لمشاكل التعليم الناس طلبة ما يتأخروش اي سنة ويكون في مرونة للتطبيق للخططية فاحنا بندرس الحالة نجمع التحاليق نجمع البيانات نحط الاهداف نعمل تنظيم نعمل متابعة يكون في فريق مسئول وفي شفافية والارقام بتعلم بشكل علني لكل الناس ويكون في دراسة يكون في دراسة بتتم بيت بيت يعني بيت بيت بندخل فيه ويكون معنا مهندس معماري واحد انشاء واحد ميكانيكا واحد كهربا ويبدأ يشوف ايه اللي مفروض انه هو يتصلح في البيت دوت وهل ينفع ان احنا نخلي صاحب البيت هو نديه الفلوس هو يتصلحه مع نفسه لو هي حاجة بسيطة ولا محتاجة شركة متخصصة ولا محتاجة الدولة هي اللي تدخل ونبدأ نحط كواعد معينة بحيس الناس انها تبدأ تشغل فيها فبيبقى فيه تقييم لكل الكوارس اللي حصلت ونبدأ نشوف ايه ازاي نبدأ ان احنا نتعامل معاها ازالة الانقاط طب الانقاط دي هنعمل بها ايه ممكن نبدأ بيها دي حل من حلول اه ممكن ياريت لو حد عنده اي اعتراض او كزا يكتب لي في الكومنتات في الشات وانا ابدأ ان شاء الله اه اتناش معيني او عايز يفتح الماكت كلمة فيش مشكلة اه يبقى فيه تطوير القطاع للسشارات تكون فيه دعم لكل حاجة اه ممكن نقول مسلا ان فيه جزء من ركام هيترمي في البحر مسلا عن ساس نزود الشاطئ او ممكن نعلي اه مدينة غزة وده حصل اكتر من مرة اه في الكدس نفسها في ناحية المسجد الاقصى اه اه اليهود كانوا بيعملوا صورات كتيرة فكان ايجي مسلا اه نبغز ناصر تاني مرة راح هدها وراح معلي اه بالركام المدينة وبعد كده جي اه 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 حد من الروم معل المدينة وهكذا ففكرة ان انت تعال المدينة دي حصلت اه كتير جدا والهدف منها في في الوضع الحالي ان لو حصل زيادة في سطح البحر ما تغرقش غزة زي ما حصل في ليبيا لا تقدر نكون اعلى من مستوى سطح البحر وده هيقلل التخاليف في عادة التدوير ده بفرض استماح بدخول اه المواضي الخام وده ان شاء الله يحصل اه بعد ما يحصل هودنة ان شاء الله او يحصل وقف الحرب ففكرة ان احنا نعمل اه نفس الحاجة بالشكل قديم اه الا لو في اه فكرة معينة او انت عايز تتوسع الحاجة معينة او عندك فكرة يعني في حد عنده فكرة معينة وطبعا الحاجات التاريخية بنحاول نرجحها زي ما كانت يعني لو في مبنى اه اثري زي مثلا المسجد العمري او المباني نبدأ ان احنا نهتم بها ونرجحها زي ما كانت في نفس الاماكن بنفس الشكل بنفس كل حاجة وده يغيز العدو ويشرح صدرنا طيب واحنا بنتكلم في عادة الاعمار انا هواثق ان كل واحد فيكم هيطلع بفكرة كواسة جدا احسن مني بكتير ويقول اهي دي الفكرة بتاعتي اللي احنا ممكن ان احنا نستخدمها اه انا بالنسبة لي كل الافكار اللي بفكر فيها بحطها اوبن سورس يعني مش 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 بقفلها وما بقولش دي بتاعتي او كذا ليه لان ده الاصل ان يعني ما واقفش فكرة هتحي انسان عشان ان والله حق ملكية ولا بش حق ملكية ولا حاجة زي كده وده نفس الحصولاته في شركة مش شركات عملت حزام الامان اللي موجود في السيارات فا اردت لك احنا لو احتكرنا او عملنا تسجيل اه ده هيخلي كل العربات تانية من غير حزام امان وده سبب حوادث وموت وكذا فاحنا مش نعمل تسجيل يعني هنسيبها مفتوحة اي حد عايز يعمل حزام الامان من غير ما رجع لنا ومن غير ما ما يدينا فلوس مش مشكلة. وكان فيه برضو اه لقاح اعطا قتشل الاطفال او حاجة زك كده اللي اكتشفوا تمام? اه قال لك انا مش هسجله انا هبعطوا لكل الشركات بتاعت الادوية المهم ان هما يوجدوا اه علاج بسريع او يعني يبدوا يعالجوا الناس بشكل حلو انا مش عايز اسجل اه يعني ده ده حياة ناس احنا مش بنكلم في حاجة بصرافاهية او حاجة زك كده. ففي حلول لازم او في مبادئ المعاينة لازم تحطها في اي حل زي مسلا الوقائية ان انا ادور على حاجة استراتيجية ان الكرسة ما تتكررش فيه. يعني افترض ان ممكن يحصل عدوان تاني فيبقى فيه انشاء نظار نظار مبكر عندنا خطط طوارئ وهكزا. يكون شمولية يعني وانت بتعمل بتفكر في الجانب الاجتماعية بتفكر في الجانب الاقتصادية. يعني انت ممكن تلاقي حل هيكلف الحل ده وحل كويس هيكلف خمس تلاف دولار مسلا. بينما في حل التاني هيكلف الف فالشخص المتبرع يقول لك والله انا عايز اروح لحل اللي ينكز خمس ست اسر بدل الحل بتاعك اللي ينكز اسره واحدة. فبرضو لازم تفكر من ناحية الاقتصادية والبيئية والثقافية والجمالية. ممكن تكون انت وانت سمع مالي تبدأ تسأل حد انشائي هل الحل ده انشائيا صحة ولا تسأل حد متخصص في الطاقة. تسأل حد متخصص في التكييف مسلا وهكزا. ويتكامل مع الاستراتيجية فلازم بتقرأ تشوف الاستراتيجيات اللي موجودة ايه وحلول عادة اعمار ايه وهكزا. يكون الحلول فيها استدامة. يعني يكون حاجة صديقة لبيئة. لازم يكون الحلول كلها ندور على مواد بناء مكاومة الكوارث بتوفر الطاقة توفر المية. وحلول لها مركزية. ليه لها مركزية? لان احنا اللي عملنا مركزية نقطة واحدة بتخدم الكهرباء الغازة كلها او مية تخدم غازة كلها. سهل لنها تضرب. فخلاص الحل بتاعك ما باش زو كيمة. فلازم يبقى لو قدرنا نعمل كل بيت مستقل بذاته. آآ بيوفر مية لنفسه. هو المية بيش محتاج بيش محتاج يخرج عشان يجيب مية. هي المية بتتولد عنده تلقائي. زي ما نشوف بعض الحلول كده. الكهرباء بتتولد عنده تلقائي بيش محتاج توصله اي اسلاك ولا حاج خالص. هي الطاقة الشمسية بتكفي البيت. فحاجات زي كده دي هتبقى ممتازة جدا. لان كل بيت مكتفي بذاته حتى لو ضمرت الشبكة. فما فيش ضرر خالص. الواقعية احنا ممكن نفكر في حاجات خيالية وحاجات فضاء ولكن على ارض الواقع ما يتفعش انها هتنفذ. الكفاءة ان الحاجة تكون تكلفة بتاعتها معقولة القيمة توفر قيمة مقابل استثمار. ونعتمد على المواد الحلية فلازم نسأل نشوف ايه المواد المحلية المتوفرة في المكان اللي احنا نتكلم فيه. يعني ممكن حل يكون مناسب لسوريا وده حصل فعلا كان حد من سوريا طرح حلول. بش مناسبة لغزة او مناسبة للضفة لكن المواد اللي هناك بش موجودة في غزة يعني. كل مكان بيبقى ليه المواقمة او الحاجة الخاصة بي. المواقمة برضو ان احنا نكون مهتمين بنحنا نفهم الغزة ونفهم الحلول ونبدأ ان احنا نشاركهم في عملية تخطيط. اهل غزة قادرة بشعبها وكل بلد قادرة بالفكر بتاعها. البساطة لازم نكون الحاجات بسيطة ما نبقاش حاجة معقدة يعني انت ممكن تدي له حل تقول له وصل حاجتين ببعض خلاص هيبقى عندك الحل دوت. او ممكن تحط له حلول بقى لازم نوصل كزا وكزا 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 وهو ما عندهش الرفاهية دي. فلازم تكون الحاجة سهلة جدا وبسيطة. والابتكار وليس الابداع. حد يقول لنا ايه الفرق بين الابتكار والابداع? لغويا لغويا ايه الفرق بين الابتكار والابداع? اه الابداع ان انت توجد حاجة ليس لها مثيل. يعني انا ببدأ حاجة يعني هقول لك على فكرة حلوة او تنفذوها لكن ما فيش انا ما نفستاش ومحدش تاني ننفذها. الابتكار ان في فكرة موجودة لكن انا طورت فيها شوية. الفكرة نفسها موجودة وتنفذت ومعروفة وحكا كويسة. الابداع ان انا هقول لك فكرة انا ما معرفش فممكن تنفع وممكن ما تنفعش. هي دي الفكرة. فاحنا بتدور على الحل اللي يكون تنفذت ويكون بدل مسلا ما يبدأوا ان هما يطبقوها وتفشل ويكونوا اهضروا مواد خامة. من ضمن حاجة اللي احنا لازم نفكر فيها برضو ان لازم قبل ما تبني هتعمل اعادة اعمار للبنية التحتية. الطرق والجسور وكهربة والمية وصرف الصحة. ودي حاجة اساسية. اه ان انت تقدر تبني المباني في وقت قصير. تمام? احنا عندنا يعني ممكن نقسم المباني لنوعين. اه مباني سريعة. تمام? ومباني اللي هيعشوا فيها مدى العمر. فلو في حاجة بتتبني سريعة زي مثلا جي ارسي او المباني الجاهزة تتركب دي ممتازة جدا. في حلول بتبقى بتعمل حاجة سريعة بتبعملها خلال ساعتين ثلاثة. لكن بتعيش ست شهور. طب لو هي بتعمل خلال ساعتين ثلاثة لكن تعيش خمسين سنة. اكده هكون ممتازة. ممكن يكون في حاجة هتتبني مسلا هتاخد ست شهور. طب ست شهور دول هنتسكن الناس فين? والناس عندها تجارب سابقة فهو بش بش هيسيب بيته. يعني انت تقول له مسلا طب تعال اجيب لك بيت مؤقت وارجع تاني. يقول لك لا والله انا ابو يا ساب البيت بتاعه ومعرفش يرجع. خليني قاعد هنا لحد ما البيت بتاعت بني تاني. لازم نعمل تطوير الاقتصاد. يعني بنت البنباني بس ما فيش اقتصاد طب الناس هتعيش ازاي. فانت ما لازم تش تخلي الناس كلها تشتغل معاك في عادة العمار. يعني بدل ما تجيب عمال من برا ما هم موجودين في المكان. تبدأ ان انت تعتمد عليهم وتعلمهم مثلا زي ابنه وتبدأ ان انتو تبنوا مع بعض. التعليم ده حاجة مهمة جدا. لازم نهتم بالتعليم. فاحنا دي المشاكل اللي موجودة. ويريد كل واحد فينا يختار مشكلة ويبدأ ان هو يفكر فيها. تمام. ممكن نقول ابتكار تطبيق الافكار الابداعية. ماشي. طيب عندنا مشكلة الاواية العاجل. الاواية الدائم. توفير المياه. الطاقة. الركام. طيب. المعايير عشان نصمم مباني مؤقتة. عندنا معايير بيئية. ان الواحدة تكون فيها تهوية كويسة. وفيها النار طبيعية. يعني لو ما فيش كهرباء خلاص يا فيها النار طبيعية. اثناء النهار. يكون فيه خصية. ودي حاجة مهمة جدا لان هما في التجارب اللي حصلت في اربا ما كانوش متنمين بالخصية وكان ستات مع الرجالة وكله في نفس المكان وبتاعه. والعائلات سائحة على بعض. الدول العربية لأ عندنا لازم يكون فيه خصية لكل عيلة ويكون فيه اماكن مخصصة للرجالة واماكن مخصصة لسائدات. اهمية اختيار الموقع وانشاء بنية تحتية وخصوصا ان مسلا هتنزل امطار فانت تختار اماكن ما يكونش اه وطية شوية. تمام? اه على فكرة كلمة اه كنعانيين. كنعانيين دول كانوا قبائل عربية كانت ساكنة في فلسطين زمان قبل زهور اليهود بالاف السنين. يعني هما من الاف السنين. اه كلمة كنعان يعني منخفض. كنع انخفضة. استخدام مواد صديقة للبيئة. عشان نقدر نطورها. عايزين نفك ونستخدامها تاني. نعمل لها عادة تدوير عادة استخدام. اه يكون فيه مرونة للفرغات الداخلية. يعني انت مقسم المكان لغرفتين. طب قادر عايز تسمعهم من ثلاثة فتقدر او عايز تخلي كل الغرفتين غرفتين نوم او غرفتين غرفة نوم وغرفة. الاستقبال. اه يكون فيه تأمين ضد الحريق. مش تأمين مع شركة التأمين. لا. يكون انت بتستخدم مواد معينة ضد الحريق او توفر مخارج للطوارق. يكون في النظام الانشائي يستحمل. يعني حممكن ان انت تغربح تدور. لكن لازم مهانس انشائي. اقول لنا ازا كان ده ممكن ولا. نختار اه تأثير نوعية النظام الانشائي على تصميم نعماري. ان احنا نقدر نغير في المسافة بين عناصر الارتكاز عشان نقدر نغير بين الغرف. المعايير التكنية. ممكن تقدر تفك وتركب. يعني لو عندي فكرتين زي بعض لكن ده اقدر افك واركب. خلص خلصت الهنا والمباني تبنت فانا ممكن ااخد المباني المؤقتة دي وانقلها المكان التاني. نخفض التكلفة الكلية. العمر الافتراضي للوحدات. القدرة الاستيعابية الوحدة. يعني اهل غزة ان شاء الله عندهم اولاد كتير. فربنا يبارك ويزيد. يعني فاش تعمل مسلا البيت وانا يقعد فيه ثلاثة او او اربعة. لا تبعا من حسابك انه ممكن يكون فيه العيلة تكون اكبر. فممكن تقول الوحدتين مسلا هيقول العيلة واحدة مسلا. وزن وحجم الوحدة اثناء عملية التصنيع والنقل والتركيب لحد ما توصل المكان اللي هتنفز فيه وعدد الادوار المطلوبة. المعايير الفنية نوع المواد المستخدمة يكون فيه عزل صوتي وحراري. تصنيف المخاطر. اصحاب الكدرات الخاصة. يعني الاسف قدر وماشي فعل. اه الحرب يعني فيه ناس كتير فقدت اطراف ليها. فلازم انت بصمم بيت تكون عام حسابك انه ممكن يكون الناس اللي ساكنة فقد ايد او رجل فازاي ان هو هيقدر يطلع سلم معين. فلو فيه سلم محتاج اليدين. لا دور على الحل تاني. ولازم السكان يشاركوا معك في عادة العمار ودي كانت حاجة اه يعني اساسية في كل التجارب المهانس حسن فتحي. ان يبقى فيه مشاركة. ان الناس كلها تشارك. الناس اللي هتسكن في المكان تشارك وده بيخليهم مرتبطين اكتر بالمكان. يعني لو انت بتعمل اي تجربة ومعك فريق خلي الفريق يشارك معك في البناء دوت بحس انه هو يحس ان ده بتاعه ويحاول ان هو يحافظ على المكان قدر الامكان. فالمنصب عماري ممكن يكون هو المرشد ويبدأ ان هو يعتمد على الناس اللي هتسكن في ان هما يبنوا. فده اولا انت هتوفر فلوس للناس اللي بيوتها اتدمرت هتقول لهم هو ابنوا عشرين واحد هيبنوا بيت الواحد ويبنوا للتاني وابن التالت. ففيه فلوس معينة مقابل ان هما تعبوا واشتغلوا في الحاجات ديت. هم همهم ان هما يخلصوا ويسكنوا فهيبقى الموضوع اسرع. ممكن تجيب العمال يقول لك والله لو خلصنا البيت دوت ممكن ما نلاقي الشغل فاحنا هنحاول نطول قدر الامكان. فهيبقى فيه سرعة في عادة الاعمار الزتي. التكلفة اكون اقل لان ان انت بتستخدم الخبارات المحلية ومواد البناء المتاحة. التحدي ان انت محتاج تدرب الناس. فاللواء العجل ان احنا محتاجين يعني يوم ما يسمح بدخول المواد تبدأ تبني. يبقى عندك امكانية لكده. فاول حاجة بتبنيها طبعا المباني العامة زي المدارس والمساجد. المسجد مش مقصود به مكان للصالة بس ده كده خطأ شائع. المسجد هو مسحة واسعة تقدر تستغلها في كمستشفى عامة او مدارس او اي حاجة بجوار الصلاة. في منازل بسيطة موقعات غير دائمة. تقدر ان انت تعمل مباني بتكلفتها بسيطة بحيث الناس يعني تحتمي بيها قدر ان كان. المخيمات الجمعية. طيب عندنا اكتر من افكار في حاجات بسطة جدا زي مسلا البيوت ان انت تعمل بيوت من جريد النخل. ودي موجودة في عمان اا كنوع من انواع الرفاهية وان تعمل حاجة بشكلها مميز. في ان انت تستخدم القماش الخرصاني ان انت تبدأ تعمل خيام. في تكنوليات متوسطة التصنيع. اا ان انت تشوف اللوحات مسلا زي الاي بي اس او عندك اسمنتليفي او سي ال تي. في حاجات انظمة معيارية. زي مسلا ان انت تجيب بحاوية معينة وتبدأ ان انت مسلا ايه? تعمل فيها فتحات للبواب والشبابيك وتسكن فيها. وديش فتاة تابعة الامة المتحدة معمولها بشكل كويس. اا في حاجات اا التكنوليات رقمية. في حاجات مسلا يقول لك طبعة سلسلة الابعاد. بس طبعة سلسلة الابعاد لما فكرنا فيها واعدنا مع الشركات والحاجات دي كلها اكتشفنا انها يعني ممكن تكون مناسبة لظروف اخرى لكن بالنسبة لغزة صعب جدا ان ان انت تدخلها. ولو انت دخلتها صعب يعني انت هتبني حيطة كاملة بالطبع سلسلة الابعاد. لو حصل اي حاجة لقدر الله ممكن تقع على الناس اللي جوة. انما لما تبني ببلوكات صغيرة دي بيكون اا ضررها اقل. فانت كل التكنولوجيا بتفكر فيها التأثير البعدي كتا هيبعمل ازاي? هل هيكون في مصلحة الناس اللي موجودة? ولا مش في مصلحته? ده طبعا نظام كويس جدا اللي هو سي ار جي. سي ار جي ان انت بتبني الكل حاجة في المصنع وتركب بس كده. تمام? في حاجة زي كده ممكن تتعمل مسلا خمسات ساعات تبني عمارة خمسة دوار تعيش معك خمسين سنة. تمام? فدي لو فعلا اا تم اعتمادها هتبقى حل اا قوي جدا. يعني لو حاولت تبنيها بالطرية التقليدية هتاخد منك ست شهور تبني. عند كل عمارة فهنا انت على طول خلال يومين مسلا تكون بنيت. ده ده نظام تاني ده مصنع كدنا رحناه. اا جي تي اي شي ده مصنع بلوكات وبتبدأ ان انت مجرد في مقبض كده بتبدأ تربطهم مع بعض في زي اا مخلب بيروح ماسك في التانية فتحس ان هما خلاص كأن هما الاتنين ما بيصورش معلن بعض خلاص قطعة واحدة. واحد كوي جدا واجربناه عازل الصوت وعازل للحرارة وممتاز جدا. طبعا احنا منتكلم على الفكرة احنا مش بنعمل دعاية لأي مصنع. احنا منتكلم على الفكرة ممكن تروح اي مصنع بتاخد منه الحاجة دي وتبدأ ان انت تبني بها. دي الشكل بتاعها بتبدأ توصلهم وبتبدأ ان انت تربط. تمام? دي فكرة لدكتور سامر السياري ودي فكرة ممتازة جدا. وخدت جايزة من اليابان اللي هي الاوروجيمي ده ورق معين. ده ممكن تجيب مسلا كارتون وتبدأ ان انت تقطعه بشكل معين وتعمل بيت بيه. البيت ده مفروض ان هو صلاحيته ست شهور. بس تخيل ان انت بس ان ايه? لو دخلت عربية واحدة ممكن العربية دي يكون فيها خمسة وتلاتين بيت. يعني البيت بيبقى صغير جدا زايد انها ممكن تبقى اوبن سورس يعني اتدخل لهم بس التصميم هم يعملوا التصميم ويسكنوا فيها مؤقتا لحد ما البيت بتاعهم يتبني. والدكتور دارس فيها كل حاجات دارس فيها التهوية الطبيعية دارس فيها الانهارة الطبيعية دارس لو نزل فيها مطر في نوع معين من العزل موجود يقدر ان هو يعمله بحيس ان هو يحمي المكان. لو بعت سفينة واحدة ممكن يبقى فيها تامن تلاف بيت. ده التصميم بالطوب التاني اللي دكتور محمد كان عامله بحيس ان هو بيقدر يعمل مباني كم دور واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة بالطوب الني تمام? ويعني التصميم ده عجب شيخ الاظهر نفسه وكان قال له يعني اعمل له التصميم دوت. فده انا عندي سعادة سكن فيما ده حياتي يعني حاجة جميلة جدا وممتازة وفيها التهوية طبيعية وانهارة طبيعية وشكلها جميل وممتازة. بالتكلفة باعتها بسطة جدا ولو حصل لقدر الله ان الضرب فهو بيبقى تفتت بيبقى يعني ما تضرروا للناس اللي جوه بتبقى ليلة. في برضو فكرة اللي هي البناء باكاس التربة ان انت بتجيب الركام بتفتته وتبدأ تحطه في شوال او في كيس. وتحطهم كوحدات بحيس ان انت تبني بيت بالاشكال دي. التجربة دي موجودة في مصر وكان احد المسؤولين او حد مشهور بيها اللي هو نادر الخليلي. وده ايراني وعمل التجربة دي في كاز دولة عربية وشركة بتاعته موجودة في امريكا. وتكلمنا معهم في ان احنا ناخد منهم الفكرة ونبدأ ان احنا نعملها. الكارفونات. الكارفونات ممكن كارفانة هو تبدأ ان انت تعمل في شبابيك وتحط في طاقر شمسية. ده الموقع بتاع الامر المتحدة. خدنا التصميم وعملنا على برنامج الريفيت. آآ ده تصميم آآ للدكتورة امال. اللي هو بيوت من الخشب. تقدر ان انت تتركبها. وفي ناس ملياردارات بدأوا ان هما هيعملوا الفكرة دي ان هو ياخد بيوت من خشب ويبدأ ان هو يعشقها في بعض. بحيس ان في ثواني البيت بيتبني. وتقدر ان انت تعيش فيه في ظرف وقته الليلي. دي تصميم من احد الشركات اسمها ايكسو. اي الميزة فيه ان هما بتحطوا فوق بعض. كان في كوباية فوق كوباية فوق كوباية فتقدر وانت تنقلهم تنقلهم في اقل مساحة ممكنة. عند كزا كوباية تقدر تحط عشرين كوباية فوق بعض مش يعترضوا. كلهم بدخلوا فبعض. فهو نفس الفكرة. تقدر بدخلهم كلهم في بعض وتبدأ ان انت تتلقلهم وبعد كده تحطهم جان بعض والناس تسكن فيهم. ده برضو آآ بيجي الكارتونة فاكرين فكرة ايكية هي نفس فكرة ايكية بتجي لك كارتونة تفكها تبدأ ان انت خلال تلات ساعات تبدأ تعمل البيت والناس تسكن فيه. وده برضو نفس الفكرة ومحطوط فيه مسلا المطرة اللي لو نزلت عاملت ازاي شمسة ما عاملت ازاي. لكن هي مشكلة التصاميم ديت انها تبع شركة فلما بتيجي تاخدها بتبقى غالية شوية. زي ايكية عاملة تصميم زي دوت بيقول لك ان اربع اشخاص ممكن نركبوها في اربع ساعات ويبدأ يبقى مقوى عندك لمدة تلات اعوان. دي بالطبعة السلسية الابعد. تمام? لده ممكن يبقى عشرة اعوان. الطبعة السلسية الابعد تبدأ تتبع لكل حاجة. ديش فكرة الكباب ان احنا ممكن نعمل قبة بالشكل دوت والناس تبقى سكنة فيها ومزتها انها بتستحمل وتبقى مضادة للانطار وحماية للناس الموجودة. طيب واحنا نشغالين لازم نبقى عندنا اهمية الحفاظ على التراث الثقافي في عمليات الاعمار. ولازم نحافظ واحنا بنبني نبني بالفكر اهل البلد اللي موجودين. يعني كل واحد ليه تصميم معين يبدأ ان هو يحطه في قلب المباني اللي تتبني جديدة. تمام? لان ده لحنا اكشفنا ان الناس اللي اتأثرت بيوتها بيكون افضل لنا ترجع زي ما كانت. يعني حتى الناس اللي سكنت في الخيام هو تعود عليها يعني يقول لك ما تشيلش الخيام خليها على اقل الاجيال القادمة يعني حتى بعد ما تبنلنا بيوت ونرجع ونعيش في بيوت كويسة سيبوا الاماكن اللي كان فيها خيام دي عشان الاجيال القادمة تشوفها وتبقى عارفة المشاكل اللي احنا عشناها وتجنبوا ويعرفوا سبب المشكلة. يبقى معرض حي. طيب فكرة الملاجئ دي لازم تفكر فيها لان لازم يكون فيه ملاجئ في الشوارع وملاجئ في كل عمر يبقى فيه ملاجئ تحتيها. وكل دور يبقى فيه ملاجئ غرفة. على فكرة اكتر دولة عربية فيها ملاجئ هي لبنان نتيجة الحروب الطويلة بينها وبين الكيان. وطبعا كان الملاجئ ده ليها قوانين وليها كود وليها كل حاجة. يعني انا مليتش كود عربي صراح في موضوع الملاجئ ده لكن لقيت الكيان كان عامل كود فقريت وشفت التصميم اللي هم عاملينها للاكويت. طبعا الغرفة اللي لازم يكون فيها حاجة للاتصال يكون فيها اكل ما بيبصي لان انت ما تعرفش هتخش فيها امتى. ما يكونش فيها ازاز خالص. عشان سازاز ما تدرش الناس. طيب. قبل ما نكمل حد عنده اي سؤال او اي سر. حد عنده اي مشاكل اتكلم فيها. نكمل يعني. طيب. احتسب الاجر يعني انا بطول عليكم بس نحاول نحتسب الاجر وكل واحد يعني يقول لنا على صغرة من الفكرة دي. انا ربنا اداني علمي معين في حاجة معينة. احاول لنا اطور الفكرة دي. احاول لنا اوجد حلول للمشاكل دي. انا ما بقولش حلول. انا بقول لكم مشاكل نفكر فيها زي ان احنا نحلها. طيب اه تحليل المياه. طبعا اه فكرة تحليل المياه لازم تدرس المية اللي موجودة في غزة. احنا عندنا مصادر المياه فيه اه جزء بيجي من عند الكيان مواسير معينة شركة مياه بتمد الكيان بجزء كبير من بتمد غزة بجزء كبير من المياه. فده خطر جدا لانه ممكن في اي لحظة يحط اه فيروس او يحط حاجة مضرة. لا نأمنوا على هذا. اه في مياه موجودة في البحر انت بحر فلازم تفكر ازاي احاق اعمل تحليل المياه. في مياه جوا فيها كترة جدا وبذات الامطار اللي بتنزل بتخش في قلب الارض وتبقى في المياه الجافية. تمام? اه بعد ما خلص المحاضرة في حد بيسأل عن كود الملاجئ اه او موجود بدي اف. اه هشارك معكم كتاب. الكتاب ده في جزء كبير جدا عن الملاجئ وتفاصيلها والافكار اللي موجودة فيها قدر ما سمح به. تمام? طيب. اه عندنا في فكرة والفكرة دي متطبقة فعلا يعني هي بش فكرة بفكر فيها ابداعية لا هي الفكرة دي ما شفتها في معارض كتيرة جدا في شركة موجودة في الامارات وشركة موجودة في مصر وشركة موجودة في قطر. اه وكلمنا معهم والفكرة دي تقدر تعملها عندك في البيت. يعني لو عندك تكييف بويز ممكن تبدأ تعمل الفكرة دي ان انت تولد المياه من الهواء. الهواء بتاخد الهواء مشبع بالمياه فبتاخد بذات لو انت عالبحر زي اه زي اسماعيلية اه زي اه اسكندرية زي غزة فتقدر بالجاز دوت وحتى لو انت في الصحراء لو انت في الصحراء وبعد عن البحر فبرضو يقدر بفلك مياه لكن لو انت على البحر بيوفرك بشكل اسرع. زي ما انت عارف تكييف كل شوية بنقط انا عندي تكييف هو بنقط خلنا اتصل بالراجل. اه الفكرة كلها في التكسيف بتاع المياه اللي موجودة في الهواء. فهو هنا بيمشي في دوره معينة بيبدأ ان هو ياخد الهواء ويبدأ ان هو يرسب المية وبعد كده بيفلترها ويبقى عندك الجهاز ده كل شوية يولد لك خمسة ستة لتر كل شوية. فمية تكفي البيت اللي انت موجود فيه. تمام? فده حل قوي جدا لان لو حصل لقدر الله ان شبكة المية اتضربت او مفيش مية انت عندك المية بتاحتك. فانت اوجدت حل يعني بيش مكلف خالص حل بسيط هيبقى موجود في كل بيت ان شاء الله بحيس ان لو الشبكة فيها عطل انت المية موجودة تقدر تشمن عطل. دي فكرة بسطة جدا ان انت عندك حود وتبدأ ان انت تحط المية فالمية بتتبخر وبعد كده تترصف فتلاقي عندك المية بعيدة عن الملح. يعني انت بس هتجيب المية من البحر ويبدأ ان هو يفسد لك الملح عن المية ودي كنا دي سأعتقد في ابتدائي. تمام? محتاجة بس ان احنا نطور فيها. دي برضو نفس الفكرة. تمام? ان انت بتحط الحاجات دي هيبقى تشغل بالطاقة الشمسية. فيسخن لك المية وبعد كده في مصورة تبدأ تجمع لك المية وتبدأ ان انت تشربها. دي اللي هي الوطركون او يعني كون مقلوب بحس ان آآ يبدأ ان هو يفلتر وفيه يعني المية اللي بتتبخر بتبدأ انها تتكسف وتنزل في الارقان وتبدأ ان انت تشربها. ودي يعني انقصح ناس كتير جدا في افريقيا اثناء يعني ما كانش فيه مطر وحاجة زي كده. دي مرشحات مية او ناس بتسافر بتبقى معها الازازة دية بيحط فيها المية وهي تبدأ تفلترها. حيس ان انت بصالحها للشرب. آآ دي واحدة تحريط تنضح عكسي. احنا ما تدورش على الحل يخدم غزة كلها. تبدور على حل اللي يخدم شارع. اللي يخدم مدينة. اللي يخدم حي. اللي يخدم آآ جزء معين. آآ يخدم بيت. على اساس تبقى كلها حاجات لا مركزية. فده حل سهل جدا وبسيط ومتطبق كتير في الاردن بحيس ان هو هيقدر يوفر المية لمجموعة منزل. آآ فكرة بسيطة ان المية بتعدي على عناصر معينة زي سخور وهكزا بتبدأ انها تترصب ويبدأ يجيب لك مية صالحة للشرب. دي فعلا التجربة هيتعملت. دي كتف الاردن. ودي برضو فكرة برضو اللي هو تولد ازاي ان انا الصرف الصحي قدر نستفد منه. آآ ممكن تعمله آآ معالجة وتبدأ ان انت تستخدمه. في آآ في ما انت ممكن تستخدم صرف الصحي. في ان انت تقدر تعالج المية وتعالج الحاجات ديت. آآ وتبدأ ان انت على الاقل تزرع بين نباتات. والمعالجة انا شفت آآ بيل جيتس نفسه بيشرب المية بعد ما تعالجت بيشربها يعني بيقولك المية متنقية بشكل حلوة قوي. ويشربها. تمام? آآ فهو حول مية غير صالحة للاستخدام الادام المية صالحة الشرب. لكن انا عارف الناس تتقرف. فعلى الاس الزرع. وممكن تستخدم الصرف ده بمعالجة بسيطة ويبدأ ان هو تاخد الغاز آآ الموجود فيه وتبدأ ان انت آآ لسلين تبدأ ان انت آآ تشعل بيه مسلا الموقد وتبدأ ان انت آآ تولع بيه المتجاز وتعمل بيه اكل وكل حاجة. فالفكرة الصرف الصحي نقدر ان احنا نستفاد منه كموجود ونستفاد منه كان هو يزرع بيه التربة. دي احدى محطات الصرف الصحي في الاردن. ودي السورس بحيس لو حد حابب ان هو يستفاد اكتر ويطلع على التجارب دي. ده اخدوا الحاجات هو بدأوا ان هما يزرعوا بيه حاجات صالحة ينفع لها تتاكل. دي لحظة كرة الصناعية ودي اه تم تنفيذها في دول كتيرة جدا زي السين وزي مصر. طيب اه في مشكلة برضو فكروا فيها ازاي نحلها. اه. ان كمية السوريخ اللي اتضربت وكمية حاجات اللي اتضربت. اه المواد دي مضرة يعني ممكن حد يجي يبني فيفاجأ مسلا ان حاجة بتنفجر فيه او فقط يجي يبني والحمد لله ربنا سطر لكن في مواد معينة مشاععة مسلا موجودة في قلب البيت اللي واسا كان فيه بتعرض ليه بشكل دوري فيسبب له امراض كتير جدا. هو غالبا المواد المشاععة كانت موجودة في المستشفى نفسها. يعني مستشفى الضربت في مواد مشاععة فبدأت تسرب لحواليها. لكن حسب علمي ان ما كانش فيه سواريخ او فيها ما فيش حاجات ضربت كانت مشاععة من نفسها. فلازم نصلح ما تم افساده ويكون فيه فرق اهندسية تبدأ انها تتعامل مع مخلفات الحرب والركام وتبكات الاسلحة مخلفات لان ممكن تقول انت هترمل حاجة في البحر لكن تسبب في دمار السر والسماكية نتيجة الظروف. اه نحنا نوفر ظروف حياة ادمية واجتماعية لمخيمات المقاطة. اه دعم النفسي وعادة التأهيل دي من الحاجات اللي لازم نهتم بها جدا جدا عشان التجربة كتتقصية جدا فلازم يكون فيه حلول. فلوحنا نتكلم عن التخلص من الردم والانقاض لازم يبقى فيه اه توصيق لكل حاجة بتحصل تتصور بحيس يبقى فيه الدروس مستفادة يبقى فيه اه اجراء مشح اشعاعي العساس لو فيه اشعاع خلاص الناس تبدأ تتوقف والناس متخلصين يبدأوا ان هم يتعاملوا معاها ويعزلوها ويدفنوها في اماكن بعيدة عن المياه الجوفية وبعيدة عن المشاكل. ونبدأ نفرز الانقاض ونبدأ انها نشوفها. طبعا الانقاض بتزيب بشكل رهيب يعني نوفامبر الفين وتات عشرين كان تلاتة وتمانية مليون تن يناير كان تلاتة وعشرين ماية تسعة وتعاتين يوليو اتنين واربعين من تن وهكذا. فالحاجات ارقام مهولة ما شفناش فيه حروب قبل كده. دي الطرق اتضرارة كل مدن حصل فيها ضرر كبير جدا. فتبت تفرز طبعا فيه آآ شهداء موجودين فهيبدأ انت تعرف امامين وبالكات توسق وتدفن. فيه مخلفات ممكن تستخدمها في عدد تدوير. فيه مخلفات صلبة. نبعتها لحرق نفات صلبة. فيه ردم غير نافع ملوش اي فايدة ممكن نبعطوا المشاريع زي الطرق مسلا يستخدم فيه راس في الطرق وحاجة زي كده. ممكن ارتفاع الساحل ممكن الطرق ممكن يستخدم في الجسور البنية التحتية وهكذا. ده اجهز بحيث يكتشف ازا كان فيه شعاع. آآ طبعا دي التقسيمات حسب الممتاح ده ايه انواع المواد الخطرة. وكل المادة فيهم لازم نوجد حلول لها بحيث ان احنا لاقدر ان احنا نتصرف معها. زي مسلا الخطرة ممكن نبقى فيه آآ جرارات بحاجات زي كده بتستخدم بالرموت الكنترول يعني بالشخص هو اللي سايق على اساس ما احصلش ان حاجة آآ تأذيه. دي محطات آآ صرف ميزيتها انها الصغيرة فالتوصيات بتاعتنا ان يبقى فيه استراتيجية وطنية شاملة لعدة الاعمار. ويكون آآ بكل الابعاد مدروسة فيها. طبعا لازم تبقى خلصونة وجهزة وكل حاجة قبل ما الحرب تنتهي. الحرب يعني تلتمية وسبعين يوم اكتر من سنة فربنا يسر امور ويوصلوا لحل يكون فيه عزة لاهلنا في غزة ان شاء الله. ويكون طبعا فيه وزارة متخصصة لعدة الاعمار ويكون فيه ناس متخصين جدا. ده كترة متخصصة في الموضوع ويحاول ان هما يحققوا افضل نتيجة في الوقت. وكل بلدية بتبدأ تتعامل مع الازمات وتشاركت الدايتا بتاعتها مع بيت البلديات. وطبعا كل يعني كل الشركات يعني نتمنى تشارك في حاجة زي كده. بحيس ان استفادوا لو احنا يعني بالامكانيات اللي موجودة في غزة ممكن تعد يعني سبعتاشر سنة تعمل عادة اه الركام نفسه الواحده. انما لو دخلت شركات ضخمة متخصصة في ازالة الركام. ممكن في ست شهور نكون حلينا المشكلة ديت ويبدأوا ان هما يبنوا ان شاء الله. طيب آآ كلنا اللي لنا دور في الموضوع دوت سواء جامعات مركز ابحاث اشخاص في مسابقات انطلقت في من تركيا ومن قلب غزة ومن دول اوروبية والحاجات دي كلها. ان شاء الله هحاول ابعتها للمسؤولين هنا بحيس شاركوها معكم. وتحاولوا انتم تشاركوا فيها اي حد عنده افقار آآ يريد آآ يشارك فيها. ده الكتاب هوت انا هشارك معكم الباربوينت فهتلاقوا فيها الكتاب بتاع عادية العمار. وفيه كتابين عجبوني الصراحة الكتابين اللي كاتبهم اللي كاتب ارض جوفاء واحتلال مدني. الاثنين مكتوبين اسرائيليين اللي كتبوهم. ارض جوفاء كتبه ايال وايزرمان ده اسرائيلي واحتلال مدني كتبه رافي سيغال وايال وايزرمان برضو الاثنين اسرائيليين. لكن الكتابين لما تقرواهم هتفهم الهندسة المعمارية للاحتلال اسرائيلي. وزاي انه استغل المعرفة بتاعته انه هو ايسمم البيوت بتاعته بشكل معين ويختار الاماكن اللي هيبنى عليها. وازاي ان هو بيسمم الطرق لخدمة الاستعمار وهكذا. طيب انا بش هطول عليكم. فاتمنى يعني اتنادأ في الاسئلة ان شاء الله. لو حد عنده اي اسئلة. مساء الخير مهندس فامر. مساء نور. كان عندي سؤال وهو هو اما يحصل هدنة بازن الله يعني. اه. هيتم عادة الاعمار في متة الهدنة صح? اه لا بص سيد الفاضل احنا مش بنتكلم على هدنة احنا بنتكلم على وقف الحرب النهائي. لان الهدنة مشكلتها في حاجة ان ما فيش حد هيخاطر ان هو يدفع مثلا ميت مليار دولار واعرف ان بعد كم يوم هيحصل الحرب تاني. يعني انا بكلامي نتيجة ان احنا عادنا مع ناس عندها استعداد تدفع مبايلة كبيرة في عادة الاعمار. بس بيقول لي انا ما هيقدرش ادفع مليار دولار مسلا وانا عارف ان تاني يوم هتحصل حرب. ايه. 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 ايه مشكلة ان شكلها حرب وستمرة فلو حصل اعادة اعمار يعني اه لو حصل اعادة اعمار والحرب مسلا هو اخده مسلا هدنة بسيطة او هدنة سنة او سنة. او حصل هدنة قبل كده. او حصل هدنة قبل كده في بداية الاحداث. ايه. لكن هي كانت معروفة ان هي هدنة يعني هيكملها بعد شوية. انما لما تقول واقف اطلاق النار وان مثلا اتفقنا على الحاجات معينة. وده اللي مفروغ كان يحصل من فترة طويلة جدا لكن اه رئيس الوزراء في الكيان عنده هدف معين. اه عارفينه كلنا. اه هو مصامم عليه. بعد كده هيقول لك اه انا عند استعداد. لما هدف بتاعه تحقق. ماشي? هو يعني. ايه. اه لو انت حضرتك متابعة الصحافة بتاعة الكيان هتلاهم كلهم مخنوعين منه اصلا. تمام? ايوة ايه. هو حتى لو الحرب وقفت خالص اكيد هترجعت اكيد الحرب تانية يعني. هو اكيد الحرب. هو التاريخ التاريخ في غزة مليئا. بس مثلا ايه? اه حصل في الفين وتمانية حصل في الفين واربعة عشر. في الفترة اللي بينهم خلاص اللي مور بتتبني واللي مور بتهدى يعني ببقى فيه اه 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 تجنب لان هو يحصل الاشتباكات في فترة معينة. ده بدايق شوية. يعني ليها لها كلام تاني. لكن اللي موجود دلوقتي ان يوميا يوميا في شو هداء. يوميا في قصف المداريين. يا الفكرة بقى ما الحرب تقف بازن الله يعني. وهيتم عادة اعمار اعادة اعمار غزة. طب هو ليه ما يبقاش فيه احتياطات ان فيه حرب مسلا هتحصل تاني او ممكن ممكن اللي هو المباني انت يتهدي تاني. تاني مسلا ما يتعاملش مسلا ملاجئ كبيرة مسلا تحت الارض او ملاجئ في اي مكان بحيس انها تحمي المدنيين من الحرب. يعني يبقى عدد الوفيات او عدد الشهداء اقل. كلام سليم كلام سليم احنا اتكلمنا في موضوع للملاجئ دوت وان شاء الله يعني اه قدمنا اكتراحات كتيرة سواء انا او الناس احسن مني قدموا حلول. وياريت انها حاجة فيها تتحقق ان شاء الله لان الكيان ما خلاها عنده حاجة اه اساسية ما ينفعش ما تعملهاش. يعني لو جد تاخد ترخيص وانت مش عامل ملجأ. لذلك احنا نشوف ان لما حصل ضربات بتاعت ايران ما فيش ولا واحد تتخدش. تمام? على حسب ما وصل لنا يعني. ماشي? اه كتابة هوت? ماشي? انا شاركت معكم الكتاب هتلاقي في عادة العمار وشاركت معكم اه اه مشروع منطلق من قلب غزة لعادة الاعمار خاص بالناس اللي في الجامعات والمدارس. تمام? تقدروا ان انتم تشاركوا فيها. ده في جواز اه تلتاشر الف وخونسومة يورو. ده انطلق من قلب غزة. المشاريع موجودة هاية. تقدروا انتم تشوفوها وتطلعوا عليها وتعرفوا التفاصيل بتاعت المشروع ان شاء الله. اه مش شكرا انا بشمانس. اه اه امرك. بالمناسبة دي ده كتاب فيه تصاميم بتاعت اللي موجودة في غزة فبحث ان احنا بقى فاهمين شكل المباني اللي كانت موجودة في غزة وشكل التصاميم بحيث ان احنا لما لبني يكون نفس الطراز ونفس الفكر ونفس كل حاجة. طيب اه حد عنده اي اسئلة هتتعلم واستفاد منه ان شاء الله. ده المسجد العمري. تمام? ده من ايام سيدنا عمر بخطوب. تم تدميره. وبشكل مستهدف يعني هما مستهدفين المسجد ده بالزيت. طبعا هما استهدفوا كل الجماعات. يعني مية في المية من الجمعات تضمرت في غزة. مية في المية. طيب اه في حد عنده اي اسئلة او اي اعتراضات. هل الكتاب اللي حضرتك فاتحه ده وقت على الدرايب? اه بعتولك. تمام. انا اي حضر. اتنا على الشات زوم بحيث ان هستستفاد منه. اه اه تمام. هو بصراح فيه شوية معلومات حلوة عن الامارة في غزة. في حد عنده اي اسئلة. فكرة الترميم بشكل عام عن هيك موضوع اه في حد يعني اه اه انا مش حضريني دلوقتي لكن انا حضرت كزا ندوة في فكرة الموضوع الترميم. وزي وعلى فكرة مصر اه في خمس اكواد عن موضوع التعامل مع الركام. خمس اكواد. حد طلع اليوم اكواد التعامل مع الركام. دي تقريبا مش فتاش في ولا دولة عربية. شكرا انها مش ماندس الله يا كريم. محتاجين حد يتناش معانا طيب عشان يعني نستفاد ونعرف ايه للاخطاء ونعديلها ان شاء الله. انا ابعت لحضراتكم الكتاب والبرزينتيشن هسايفه لكم وابعته لكم برضو حضر حالا. لو ينفع بدي اف اهه. يتحمل بابعته لكم ان شاء الله. طيب كل واحد فينا ان شاء الله ايه الحاجة اللي هو يركز عليها لفترة الجاي يعني نطلع من هنا ان كل واحد عنده مشروع معين هو هيوجد حل المشكلة معينة. حسب التخصص بتاعه وحسب الشغل بتاعه. يعني ريت حد يقول مسلا والله انا متكفر ان انا اركز على حاجة معينة ابدأ ان انا ادريسها وبجد لها حلول. يعني انت ممكن تعمل حل ينكز ارواح ناس. ممكن تعمل حل اه تفاجأ ان في ناس في اندونيسيا بيستخدموه. طيب بص دي الفاضل اه في حد بيسأل اي هم افضل اعادة ترميم ام البناء من البداية. لا ده لازم لجنة متخصصة بتنزل وتبدأ تشوف ودي طبعا يعني غالبا بيبقى ابن لجنة تبقى مع معماري وانشاء وكهرام كانت كان لكن اعادة الترميم بالزاد بيبقى مهمة المهندس المدني يبدأ ان هو يقول اه المبلغ ده ينفع نعمل له ترميم او لا المبلغ ده ينفع يتعمل له ترميم. اه بيبدأ ان هو يدرس يقول والله لا ده المبلغ ده اه محتاج يعني ينفع ان هو يتعمل له ترميم بسيط فانا هدي الفلوس للصاحب السكن على ثلاث مرات يعني هدي له طلت المبلغ واقول له هاجيلك بعد اسبوع لو لقيتك عملت اه رممت بيه هاجيب لك التلت التاني وانا جاي لو خلصت هديك قبل ما تخلص هديك التلت التاني من التجارب افضل حاجة كده على اساس ان انت ممكن لو ديت الفلوس كلها يستخدم استخدام اخر ف ولو انت شغلت نفسك ان انت ابني كل المباني مش تقدر انما لو ديته هو هو هيبني بالشكل اللي هو عايزه وهيبني على انضف حاجة. في سؤال هو الهدف من عدد تعمار غزة تكون هدف اخز الاتبارات ممكن يحصل حرب تاني يكون مؤقت ولا تصميم يكون دائم انت بتعمل تصميم دائم ورؤية مستقبلية لكن انت بتعمل حسابك انه ممكن يحصل ضرب في اي لحظة لان انت عندك حد غدار غادر مهما عملت فئيات هينقضها ده ربنا اللي بيقول بش انا اللي بقول فانت لازم بتعمل حسابك في كده فلازم يعني ضمن الحاجات ان المباني مزدش عن خمس دوار لان انت بعملت ستة ممكن في اي لحظة يضرب الكهرباء ما يبقاش عندك كهرباء وتقدرش تطلع وتنزل فلازم بتعمل حسابك في الحلول انه ممكن في اي لحظة يضربك طب اي الحل ان انت هتبني حاجة لما تتدرب يكون في اقل اضرار يعني مثلا في غرفة معينة لما يحصل اي ضرر الناس تتلجأ لها التحليل ما بتاخذ مصدرات عظيمة زي ما حضرتك وضحت بس دي مهمة اعمار يا بش مهندس ازاي لما تجي تعمل عدد اعمار بتحاول تفترض ان ان ممكن في اي لحظة يحصل انقطوع للحاجة يعني انت جزء كبير من المية بيجي لك من خط اسم ماكيوت ده خط يهودي او اسرائيلي فلازم بتبع عمل حسابك ان هو ممكن ايطاعه فهيبقى فيه توفير للمية بشكل لا مركزي يقدر ان هو يبقى موجود في اي لحظة تمام فلازم انت لو عملت عدد اعمار للحوايت والشبابيك لكن مفيش لكهرباء ولا مية الناس مشتعة في تعيش فلازم توجد حلول الموضوع دوت لا والله مش حضريني اسم الشركة المنتجة انا شفتها في معارض يعني حتى في معارض كمان تلات يام موجود هنا في قطر بس مش فاكر والله اسم انا شركة فيها بس ممكن ندولك عليه حالا. لصح من وجهة النظر المهندس عبدالله عرابي انتخل دولة في اعادة العمار زي تدخل دولة في اعادة العمار زي اللي حصل في الشمال سوريا فنظام لسا بيكسف بس مناطق غير اللعامات الدولة المعينة. دي حاجات سياسية تمام يعني مسلا دولة زي السعودية تبني جزء معين فهو ما ادارش يضربها. ده مش يعني مع الكيان ما بيحترمش امريكا ولا بيحترم اي دولة. يعني في بداية الكيان اه ضرب فنده اسمه فند داود كان مقيم في الكيان البريطاني او يعني اكبر ناس في البريطانيا كانوا موجودين هناك فهو ضربه اضرب الفنده وفجره عشان يسافره. تمام ايه امكانية استخدام الكمية الهائلة من الركام غير الاستخدام في المواني. ممكن اه ممكن تقدر ان انت تترجعوا للمواد الاولية سواء خرصانة كان فيه دكتور متخص في الخرصانة من ماليزيا عادنا معاه. قال ان ممكن تمام يعني بس طبعا بدرسات يعني مش مجرد ان انا قدرت تاخد الخرصانة ابدأ ابني بها تاني لاني ممكن تكون الخاصات بقيتها اتغيرت. اه لا فيها دراسات معينة بحيس نتأكد انها تكون بنفس الجودة. اه ممكن اه يعني تبني بيها تاني يعني ممكن تعيد استخدامها. ولما كلمنا مع المتخصين قال لك لو تم سماح بدخول المواد الخام هيكون افضل ان انت استخدم المواد الخام. لان عادة التدوير مكلفة ومرقة وتاخد وقت وجهد وفلوس وكل حاجة. لكن لو ما فيش مواد خام خلاص انت مضطر ان انت تعمل عادة التدوير. واهل غزة عندهم خبرة جبيرة جدا في فكرة عادة التدوير. بس محتاجين ان الاجهزة تدخل لهم لان اغلب الاجهزة اه اتدمرت. فكرة عادة الاعمار بالاشتراطات هكون مكلفة على جوانب الامن او الشرطات الامن والتحليط الماء وخلافه. خصوصا ان حرب مش مضبونة ترجع تاني. هي اه. فهل في حلول اقل تجلفة. في ان انت تشوف ايه المواد الخام الموجودة يعني لو موجود خشب خلاص هتبني بالخشب. لو موجود مواد خام يعني ما تكون تبني بالطوب الناي ماشي. فيش مشكلة. زي ما انت عايز. تمام. هل في امكانيا ان احنا نوصل للمواد الخام اللي موجودة في كل منطقة من مواطق القطاع علشان لو حد هيكريت طريقة للبناء هتبقى سهلة للناس اللي موجودة جوه هيبنوا فيها او كده. بنعمل حاجة مفيدة لهم هم من الحاجات اللي موجودة اصلا عندهم. بنعودش لفترة حاجات تيجي من برة زي الكارتون او زي النظوم اللي عملتها بكده في دول تانية. واخر حاجة ما يقدروش ان هم ما ينفذوها. فحنا كده المحصلة صد. مضبوط. تمام. طيب بص حضرك الموقع اللي انا مششاركوا دلوقتي ده ناس في قلب غزة. ممكن تبعت لهم على الايميل دوت تقول لهم انا دي مشاريع موجودة في كل غزة في كل قطاعات غزة يعني كل قطاع من غزة ليه مشروع او اتنين هنا فتقدر ان انت تقول لهم والله انا مسؤول عن مشروع معين. انا في مشروع معين هعز اشارك فيه. ودي مسابقة ولها الجواز واي جامعة ممكن تشارك فيها. مسلا مركز عدد تأهيل الاعوقات الحركية بخن يونس. تمام? فتقدر تقول لهم انا عايز اعمل مشروع في خن يونس فعايز اعرف ايه المواد الخام المتوفرة وموجودة هناك. يعني حتى فكرة حسن فاتحي مش ان انا ابني بالتوب الني. ان انا ابني بالمواد الخام اللي موجود في المكان نفسه. فهو اي مشروع كان بيروح كان بيروح هناك ويوعد معاهم ويعرف ايه المواد الخام اللي موجودة اللي سهل ان هو يستخدمها. مش هيروح اشتري طوب ناية من مصر ويودي هناك. الزبط هي دي الفكرة. شكرا جزيلا. تحت عمر كفرشانس. طب انت شايفين احسن نظام ممكن الناس تبني بيه ايه او عندكو فكرة كده نسرقها. لا تفضروا. شكرا جزيلا. هو استاذي نحبطك. هو بالنسبة لاحسن فكرة فما حدش هيوصل لاحسن فكرة. بس فكرة ان احنا بنشوف ايه المواد اللي موجودة دلوقتي. علشان على حد عني فيه مصنع طوب موجود هناك اللي هو البلوك الابيض الكبير اللي بيبنوا فيه عادة. البلوك الابيض الكبير عنده مشكلة فيه انه فيه اماكن في المبنى عندما بيجي الصاروخ عليها حصرا بيحصل انه الحيطة وحيطين جميع بعض ينزلوا فالمبنى على طوب كله بنهار. فنشوف انه احسن حاجة انه هم مش قادرين يوصلوا لجودة عالية جدا تحميهم من موضوع القصف يعني المباني الخرسانية اللي هي معمولة كلها عمدة زي اللي موجودة مثلا في مصر هنا. لو لا قدر الله يعني حصل حاجة فجه ما فيها فيها قذيفة او صاروخ فالقذيفة تعمل الخرم على قد المكان اللي مضروب فيه. انما لما يبقى كل من البلوك فما بيبقاش فيه اعمدة وتسليح والكلام ده. اللي بيحصل انه المبنى بينهار بيقع. او حتى تلاقي وجهة اللي مبنى كلها واقعة مثلا وبعدين وراء موجود زي ما اوات. ايو مثلا حطوا ستاير وكملوا وفتواها عليهم وهكذا. طيب حضرك المهندس معماري ولا انشاي? معماري. طيب بصد فاضل عب ناجزي كل خير. في الزوزال بتاع تركيا تمام الناس لاحظت ان في ناس كتيرة توفت في الزوزال بتاع تركيا. الزوزال تركيا الاخيرة اعتقد كان من سنتين او تلاتة. اه معادة معادة منطقة معينة حتة تغارق خالص جدا ما حصلش فيها القصة دي. فلما سألوا قالك ان كل المباني اللي وقعت دي كانت معمولة بتصميم معين. اه التصميم دوت ده كان فكر في التصميم يعني اللي اما نشغل بنزام كزا ولا بنزام كزا. فكلهم كنشغلين بنزام. معادة حد كده في المنطقة استخدم نزام تاني. النزام ده هو يعني ثبت صلاحيته وثبت ان هو الوحيد اللي صمد قدام المشكلة اللي حصلت. تمام? اه فلازم قاموا هنسريني شيء يقول لنا اني حاجة لو حصل لقدر الله اي ضرر يبدأ ان هو يكون في حماية اه ممكنة. اه فكرة التوب الناي دي فكرة كويسة لكن برضو لازم ندرس المواد الخامن الموجودة. فكرة التوب الناي لو حصل اي حاجة لقدر الله بيتفتت فما بقاش في حاجة بتقع يعني ممكن اه اه اغلب المشاكل اللي بتحصل ما بتكونش من الزلزال نفسه لكن بتكون من تأثيرات بتاعته وهكزا. يعني اغلب الناس اللي بتموت بسبب حريق في مول ما بيكونش بسبب الحريق ده بيكون بسبب الدخان. فممكن يكون بسبب ان في تصميم سيء عمل مشاكل حاجات زي كده. تمام? اه في حلال مثلا زي ما بيقول هاكل مرنة القابلة للتفكيك وهكزا. فآه في تصميم ممكن تصميم يموت وتصميم ينقذ من الموت. فلازم يكون في دراسة نتائج الحاجات حصلت في بلاد تانية وحاجات زي كده. اه المشكلة ان ان احنا شفنا انواع متختلفة جدا من الضرب في الفترة اللي فاتت. يعني كم فيه مسلا ساروخ نزل عمارة خمم ستاشر متر نزل لاخر دور. فده انت هتوجد لحل ازاي? الحل التاحها لما سألنا مهانسين يعني متخصصين في الموضوع. قال لك اه حاجة اسمها الدشمة. اللي هي في الطيارات يعني دي بتحمي الطيارات بيبقى خرصنة قوية جدا فدي لازم تتعمل. دي طبعا مش هتعمل في كل الاماكن لان احنا حتى لما بنشغل مع بنعمل سفارات وحاجات زي كده ما بنستخدمهاش غير في غرفة او غرفتين في المبنى كله يعني بنعمل غرفة معينة لو حد تتفرج على فيلم آآ طلق صناعي ايه غرفة في المكان كله هي دي اللي فيها الحماية اللي قدر ان انا اصرف عليها واعمل حاجة بالشكل دوت. آآ فلان تكلفتها عالية فممكن تتعمل في طبقة تحت الجراويند بحيس ان انت تعمل ملاجئ كلها تحت والملاجئ دي ممكن ان انت تخلي فيها صناعات يعني اثناء في فترة السلم ممكن تبقى فيها آآ حد مسلا فتح محل فتح كزا فتح كزا يعني ليها تفاصيل ولها افقار آآ الشكاية الرمل آآ بس بش اي شكاية الراملة ليها فكرة معينة كده يعني بيبقى في آآ خمسة وسبعين سنتي مسلا آآ شكاية الرمل مدكوك وبعد كده بيبقى في مادة تانية وبعد كده لها فكرة معينة تصميم معين بحيس ان هو بتكلفة بسيطة وتقدر تعمل صور قوي لكن اللي فوق بقى هيتعمل ازاي يعني انا عملت صور لكن الدربات بيجي من فوق انا عملت حاجة تصمد امام الضرب كحيطان كمتوقع ان فيه ناس جاء على رجليها بس الناس الحاجات اللي بيجي من فوق ببقى فكرتها صعبة البناء تحت الارض شفت ناس ده كدر كتير بتتكلم فيها لكن آآ يعني لما اتكلمنا مع اهلنا في غزة يعني كان عليها بعض الخطوط الحمراء اللي انها بش تنفع لان فيه انفاء في كزا صعب ان انت تاخد تصريح ان انت تبني يعني لها فكرة تمام بنفس فكرة الليجو دي لمزيتها ان لو حصل اي حاجة هتتفكت قطع الليجو فيكون اتضرر قليل تمام المهم ما يكونش يصال بقى اي ما احنا بننور على الحلول ونبدأ ان احنا نحاول نطبقها في في بيت صغير في حاجة صغيرة وهكزا لحد ما بنقدر نوجد حل يعني صدقني ان انت تنشغل بحاجة زي كده ده علاج نفسي تمام انا هدرس عادي من نفس على قد يعني بس علاج نفسي ان انت بدل ما عملت فكر في المشكلة ده نعمل فكر في حلول المشكلة فبدل ما انت مهموم ومتدايل لأ ده انت يعني عندك طاقة ايجابية وبتحول لحاجة كويسة انا مش قادر اعمل حاجة في الناحية السياسية لكن والله ممكن نوجد فكرة اشاركة على الفيسبوك اشاركة على التواصل الاجتماعي توصل لحد هناك في غزة واستفاد من انها وقدر انه يتطبقها الرابط الموقع هوت تمام احاولوا ان انتم تشاركوا وهم عندهم حاجة كتر جدا ومناسبة انها كل مشاريع تخرب للطلوب يعني. وبالناس يعني كلهم ده كترة من غزة. ممكن فكرة شكر الرمل دي والترصف وبعض دي ممكنها بزيتها انها مش محتاجة تكنولوجيا رهيبة ولا محتاجها حاجة خالص لكن لازم تتمي بشكل علمي انها بتبقى مدروسة للشكرة تستحمل كم شكرة فوقيها وهكذا. طبعا ان شاء الله يبقى مسموح بدخول لحديد فنقدر نحن نعمل ونقدر نطلع دور وتاني لتالت بحاجة آآ قوية. هل في اي اسئلة او اي حاجة اقدر تنشفها معك? حاولوا تكرهوا على اقل الكتابين دول لان هما يعني التلات كتب هتتسفاد من ان شاء الله تمام مموجودين يعني بالعربي وسهلين ان شاء الله آآ آآ يعني شاف ان ان هما استغلوا العلم اللي ينشؤوا. البناء داخل الجبل او النحط بتوفر هل في جبل جبال موجودة هناك او يعني ده سؤال لازم نسأله يعني اذا كان في جبال موجودة هناك ولا لا اصلا. انا مش هستغلوا عليكم فا لو حتى عنده اي سيل او كده. انا مش هستغلوا عليكم فا لو حتى عنده اي سيل او كده. خلاص تمام جزاكم الله كل خير وشكرا على دعوة الكريمة وربنا يجعلوا في ميزان حسنك ونحتسب النية كده ان شاء الله يعني ياريت كل واحد يخلي الموضوع في اتماغه ان هو يعني الواجب العمل ان احنا نحاول نوجد افكار ونكتب عنها في الوسائل التواصل يعني عندي فكرة معينة كزا ونبدأ نتناش فيها بدل ما احنا نتناش في القورة او نتناش في افلام او كزا او بنتكلم عن القضية بشكل مشاكل او كده لأ نوجد احنا حلول ونحاول احنا ندور على افكار وحلول ان شاء الله شكرا جزيلا لحضبك شكرا على كبور الدعوة شكرا جزيلا لكل خير شكرا 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 جزيلا لحضبك 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 اشتركوا في القناة